كيف تعملين ايه ؟ تعملوش سبسكرايب ليه ؟ كل مرة اعطى ان بحفي صوتي وقاللكم سبسكرايب سبسكرايب لايك ومحدش بقام سبسكرايب انزل تحت اعمل سبسكرايب دلوقتي حالا عشان عايزين انا اوصل مليون سبسكرايب بارفيه جفوية كبيرة جدا عن مليون انزل تحت اعمل سبسكرايب دلوقتي وانت طالع كده اعمل لايك للفيديو مش تخسر ايه حاجة وايه ازاي وكما عاملين ايه ؟ تمنى كلك تكونوا بخير ان شاء الله بص انا بعيد الجملة كتير قوي في كل فيديو بعمله الاسوس اسوس بتعمل لابتوبات دايما مختلفة دايما لازم يبقى فيها حاجة مميزة لازم يبقى فيها حاجة مش موجودة في عيق لابتوب تاني ودي حقيقة رجعوا كل الفيديوهات بتاعتي الاسوس بقول نفس الكلمة ودايما بتلاقي اللابتوب اللي انا برجعه ده او انا بعمله ريفيو دايما تلاقيه مختلف او فيه حاجة كده ايه يعني حاجة جديدة جدا فيه اللابتوبات عموما طيب اللابتوب اللي معنا ده هو مش استثناء تمام او برضو فيه حاجة جديدة جدا وحاجة مش بنلاقيها في لابتوبات كتير خالص اللابتوب ده هو الاسوس زنبوك اس 13 اولد اسمهم طويل شوية دايما اسوس بتعمل اسامة طويلة شوية ولكن مش ده المهم بصوا بصوا اللابتوب قد ايه بصوا اللابتوب رفعه عمل ازاي ووزنه عمل ازاي طبعا انا مش محتاج اشرح ايه المميزة اللابتوب انتوا شايفين اللابتوب ده بيجي بوزن واحد كيلو جرام وزنه كيلو بالزبط يعني انا اكدني مش مسك اي حاجة اكدني مسك تابلت مثلا كبير شوية والسمك بتاعه بيجي بواحد سنتي سمكه كده ده واحد سنتي يبقى واحد سنتي سمك وواحد كيلو جرام وزن اللابتوب ده رفاع جدا لدرجة ان مدخل الـ HDMI هنا كبير جدا يعني يا دوبك اصلا مش لقين مكان يحطوه في يبصه الـ HDMI تحس ان هو خارج برا اللابتوب فعلا من كتر ما هو رفاع جدا مش لقين مكان يحطو المدخل الـ HDMI وفي فيه وفي نفس الوقت خفيف جدا زي ما قلنا وزنه كيلو فمش هتحس اصلا ان انت ماسك حاجة في ايدك زي ما قلنا برضو طيب واحد هيجي يقول لي طبعا مسامي دلوقتي اللابتوب ده رفاع وخفيف اكيد اكيد امكانياته مش افضل حاجة لان اكيد مش هيحطو امكانيات جبارة يعني في اللابتوب بالحجم ده وبالرفع ده والوزن ده اكيد يعني ارد عليك واقول لك اسوس هنا مضحتش باي حاجة في اللابتوب ده حتى الخماد اللابتوب هنا مصنوع من حاجة اسماها بلازما سيراميك اليمونيوم عشان تديله صلابة اكتر ويكون ضد الخدوش والتجاريح اللابتوب كله مصنوع من الالمونيوم التصميم بتاعه هنا برضو شيك اوي عندنا الخطوط المونوجرام اللي ورا دي ودي بالمناسبة هتلاقوها في اغلب اللابتوب بات اسوس الجديدة الهنج هنا او المفصلة بتاعت اللابتوب ده ممكن تفتحها مية وتمانين درجة واللابتوب بشكل عام شيك اوي اوي وانيق وخفيف ورفاع زي ما قلنا حاجة شياكة جدا جدا نصلاح بصوا شكله تحف وانت حطوه على المكتب كده مثلا لو دخلت ميتنج او حاجة وانت حطوه على المكتب كده بالرفع ده والمنظر ده بتاعوا فصل تعالوا بقى نتكلم عن الشاشة اول ما تفتح اللابتوب ده هيقابلك شاشة بحجم 13 و 13 بوصة بدقة 2.8 ك من نوع اولد متخيلين الفكرة بصوا شاشة رفع ايه ورقة اسوس هنا بتسمي شاشة دي لومينا اولد سبلي يعني اسم ايه سينيمائي شوية اولد اولد طوام الشاشة هنا بتدعم المية في المية دي سي اي بي ثري عشان لو انت مثلا بتعمل شغل او تلوين ما عندكش مشاكل خلص للحواف بتاعتها برضو زي ما انتو شايفين رفايعها جدا جدا واللابتوب كله بشكل عام يعني كله بشكل عام اول ما تمسكه كده وتفتح الشاشة وتشوف الوانها ودقتها هتنباهر به جدا للصراح طيب هنلاقي الكاميرا هنا فوق الشاشة ودي اول مرة انا فاكر ان انا هعد اتكلم عن كاميرا في لابتوب عادة ان كاميرات اللابتوب بات بتبقى كده ايه يعني يتقضي الغرض كده اللي هو تعمل ايه فيديو كول بتاع انجز حالك ما تصدعناش وفيه لابتوب بات اصلا ما بش بتحطها للك كاميرا لو اي عام روح ايه اعمل الزوم ميتنج في موبايلك مثلا ولا شوف شوف ايه حتة تقعد فيها ولكن الكاميرا دي مش زي اي كاميرا محطوطة في اللابتوب كاميرا هنا اولا بتيج ايها اسوس اي سانس كاميرا واللي هي بمنطقة البساطة الكاميرا دي بتقرأ ابعاد الصورة بشكل ثلاثي الابعاد وتحدد المسافات ودي هتستخدمها في ايه اولا هتستخدمها في انك تفتح لابتوب ببصمة وشك الحقيقية مش مجرد صورة حاجة زي الايفون مسلا تاني حاجة بتستخدمها في الايفكتات معينة مسلا وانت بتعمل زوم ميتنج زي افكت البرتري انك تعزل نفسك عن الخلفية وانت بتعمل زوم ميتنج لايف يعني انك تعزل نفسك عن الخلفية بتخلي وراك كده مشوش او بل من افضل الكاميرات اللي شفتها على اي لابتوب الحقيقي كاميرا مصروف عليها زينبوك طيب برضو اسوس ما تنزلتش عن امكانيات اللابتوب ده فالزينبوك اس 13 اولد جاي ببروستسر من انتل كور اي 7 الجيل الترتاشر بتاع الفين تلاتة وعشر متاع السنة اللي انا بصور بهها الفيديو ده وطبعا البروستسر هنا من فئة يو واللي هو 1355 يو مع معالج رسوميات او جي بيو من نوع انتل ايرس اكس رمات بساعة 16 جيجا دي دي ار فايف مع هارد داخلي واحد تيرة من نوع يعني اللابتوب ده بمعنى عصاح هيامل حاجات اللي انت شريع عشانها بشكل 100% والحاجة اللي انت شريع عشانها هي الشغل المكتبي والمالتي ميديا بمعنى ان اللابتوب ده من امكانياته اكيد انت فهمت الموجه للشغل المكتبي اللي هو الورد والاكسل والباربوينت وشغل المالتي ميديا بشكل عام طيب يا عم بس دي امكانيات اعلى بكتير قوي من شغل المكتبي هقولك ايوة اللابتوب ده ممكن تلعب عليه علعاب خفيفة مثلا زي روكت ليج او جي تي اي فايف مثلا على اعدادات متوسطة كده هتمشي حالك فاهم فيفا 23 العاب زي كده يعني اللي هو مش هتفجر بقى السيتنجز ومش هتدمر بقى الالعاب وبتاع لا هتلعب الالعاب عادي بس ايه على اعدادات قليلة وعمومن اللاب توب ده شكله اصلا مش بتاع جيمينج يعني بصوا عامل ازاي اكيد ده مش بتاع جيمينج ولا فيه كولينج جيمينج وبالنسبة للسخونة اللاب توب ده انا ملاحسش ان هو بيسخم معايا وانا بجربه بصراحة بتاع انا بجرب روكت ليجو وكده ما بيسخنش لان اللاب توب ده عرفت ان هو جاي بمروحتين بدل مروحة من الجيل اللي فات وانا ما عرفش حطوا المروحة دي فيدي يعني مروحة عاملة ازاي اصلا بص 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 اللاب توب ده عامل ازاي بص مفيش يعني لو عملت كده لو صنطرته كده مش هتشوف حاجة بص والله اختفى عندنا برضو هنا كيبورد مضيئة باللون الابيض والكيبورد نفسها الزراير بتاعتها اللي رحزت ان هي كبيرة جدا والفونت بتاعها كبير جدا مش عارف ليه الفونت الكبير ده الكيبورد هنا مفيهاش ترافل دستنس كبير قوي زي ما متعودين من اسوس ولكن مع اول نصف ساعة انت بتكتبع الكيبورد دي هتتعود عليها وبدون اي مشاكل خلص التراكباد بقى هنا رهيبة جدا جاية بسطح ناعم وزجاجي ودقيقة جدا والكليكات بتاعتها باينة وتراكباد حلوة جدا واعتمد عليها اسوس بتاعمل افضل تراكباد انا شفتها في اي لاب توب ويندوز ورجعوا الفيديوهات بتاعت اسوس كده هتلاقي لي بقول دي افضل تراكباد دي افضل تراكباد دي افضل تراكباد عشان هي فعلا بتاعمل تراكباد شبيهة جدا اللي في الماكبوك برو اسوس زنبوك اس 13 اوليد رحم سومكو الرفاع جدا اللي انه جاي بكل المخارج اللي انت محتاجه عندك مخرجين يو اس بي سي بيدعمه ثاندر بولت فور عشان توصل كارت شاشة خارجية على اللاب توب ده اتنين سندر بولت فور كمان عندنا مخرج فول اتش دي ام اي اللي اتكلمت عليه في اول فيديو ومخرج يو اس بي اي ثري بوين تو جان تو سريع ومخرج السماعات التلاتة ونصف ميلي فالصراحة الناس دي ما بخلوش او ما تكسلوش مسلا بقول لك الله اللاب توب رفاع مش هنعمل لك اي حاجة لأ هم حطوا كل المخارج اللي انت عايزها في اللاب توب ده بالسوم كده اللاب توب هنا جاي ببطارية بساعة تلاتة وستين وط في الساعة واللي قعدت معي هنا عشر ساعات ونصف من الاستخدام المتوسط وست ساعات لو بتستخدم اللاب توب ده استخدام قوي شوية البطارية بتحفي الصراحة ارقامها حلوة جدا جدا لان خليب لكم فئة المعالجات اليو دي مش بتستهلك طاقة بشكل كبير تمام كمان جايب شاحن بقدرة خمسة وستين وط بيشحن من خلال اليو اس بي سي فدي حاجة كويسة جدا الشاحن مش هيخد مكان مسلا في شندتك او حاجة دي حاجة كويسة او ممكن كمان تستعين بشاحن عربية شاحن اي حاجة عشان تشحن اللاب توب ده من خلال اليو شوفتوا بيجملوا ويكملوا دي الحاجات دي مثلا زي انه جايب سماعتين من نوع هارمون كاردون صوتهم خرفي تعالوا 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 سماعكوا الصوت عشان تصدقوني بس انا عارفش ان الناس مش بتصدقني ساعدتوا يقولك انت مش عارف ايه واخد مش عارف ايه من مين وعمل ايه وطابل ايه تعالوا سماعكوا الصوت صوت نقي جدا وبيز حلو معقول مش افضل بيز طبعا في الدنيا بس صوت نقي جدا ومتوزع سران صوت كده عشان هي بتدعم الدول بي اتمس برضا صعب جدا ان انت تتحدد الصوت ده جاي الناس تحس ان الصوت يعني ايه محوطك كده من كل حتة فاهم فزي ما قلنا السماعات اللي هنا حلو جدا جدا كمان حاجة زي مسلا انه جاي بخاصية يعني اللي بيكلمك مش هيسمع الدوشة اللي جنبك وانت كمان مش هتسمع الدوشة اللي جنبه اسمه بيعزل صوتك على الخلفية وبيعزل صوته على الخلفية اللي وراءة برطة طبعا عندك مسلا حاجة اسمها يعني لو انت قاعد في مكان في كزا شبكة واي فاي هو بيشبك على افضل سيجنل من الشبكات اللي حواليك دي ولو الشبكة اللي انت شبك عليها دي ضعفة بيحول على واحدة اقوى منها ده هو السمارت واي فاي وكمان جايب دول باند واي فاي سيكس اي عشان سرعة الانترنت الفائق واخيرا حابة بتكلم عن حاجة في اجهزة اسوس بشكل عام وموجودة في الجهاز ده وهي برنامج ماي اسوس ماي اسوس هنا باختصار بيخليك توصل الموبايل بتاعك ايا كان نوعه ايه يعني اندرويد او ايه اس باللابتوب ده تقدر من خلاله ان انك تنقل بياناتك من وقع لاللبتوب وكمان بيديك اكسس على الملفات بتاعتك اللي موجودة في اللابتوب من الموبايل تقدر ترد على المكالمات تقدر ترد على الرسائل بتاعتك ترد على الوادساب اللي جاي من الموبايل من على اللابتوب بالكيبورد بتاعت اللابتوب وانت شغال عادي جدا فالموضوع ده قالو جدا صراحة وانا ما شفتهش من اي شركة لابتوب الثانية غير اسوس وبس كده ده كانت كل حاجة عن هذا الوحش اسمه ايه بقى اسوس زانبوك 13 اسوس زانبوك اس 13 قليب تقري في النهاية ده رائع اللابتوب فيه شاشة زي ما قلنا الولد 2.8 كي تدعم 100% دي سي اي تري وشاشة حلوة جدا جدا عندك كيبورد المضيئة عندك الامكانيات اللي فيه 16 جاجة رام واحد ترى ان في امي اس اس دي وعندك كورو اي سافن الجيل التلتاشر عندك البطارية جبارة جدا والشحر اللي من اليو اس بي سي وكل المخارج اللي انت محتاجة موجودة في اللابتوب ده لو انت عايز لابتوب شيك لابتوب مكتبي تعمل شغلك باور بوينت بتاع بتقابل ناس كتير بتعمل ديلز مثلا اول ما هتفتح لابتوب ده الناس هتاخد بالها ان ده لابتوب مميز ولابتوب غالي وفي نفس الوقت امكانياتك كويسة هيعرف ان هو يشغل لك كل حاجة انت محتاجها في حاجة انا دايما بقولها في فيديوهات اسوس وهي ال 2 years perfect warranty دايما بقول للناس صحابي حتى ان هم يشتلوا لابتوبات اسوس من مصر وده بسبب ال 2 years perfect warranty داي باختصار ان انت عندك سنتين ضمان ضد عيوب الاستخدام عندك مرة كل سنة في السنتين الضمان اللي انت واخدهم تروح تغير اللابتوب ده او تروح تصلح اللابتوب ده ضد عيوب الاستخدام فمثلا انت لو اول سنة قسرت شاشة لقدر الله هتروح تقول لهم يا باشا شاشتكو هي انا عايز شاشة جديدة ممكن يغيرو لك اللابتوب او يغيرو لك الشاشة مجانة تاني سنة حصل مثلا اللابتوب ده وقع عليه اي حاجة بوزة البوردة بقوزة الماثر بورد نفسها تلك اللابتوب هتروح تاني سنة برضو يغيرو لك اللابتوب ده بالكامل فموضوع ده خرافي وزي ما بيقولوا لا يقدر بتمان الصراحة يعني حتى لو انت هتشتري اللابتوب ده من مصر اغلى شوية من بره بس الصراحة موضوع الدمان ده انت مظبط نفسك ومش قلقاء من اي حاجة اول سنتين من تاريخ شراء الجهاز ده اسوس برضو عاملة حاجة اسمها رأيك يهمنا او هسيب لكم اللينك تحت تحت في الديسكريبشن لو انت شتريت اي لابتوب من لابتوبات اسوس مؤخرا من اي ستور بتدخل تقول لهم رأيك ايه في اللابتوب وممكن تكسب حاجات تقريبا لغاية ربعمية جنيه او ستمية جنيه انا مش فاكل قوي بس ايه في جواز وكده فالو انت شاري لابتوب اسوس منورايب انزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي اللينك بتاع رأيك يهمنا بتاع اسوس هتسجل بياناتك تقول لهم رأيك على اللابتوب خد يا باشا جائزتك تمام اسوس برده لسه عامل حاجة جديدة اسمها اسوس اي ستور او الالكترونيك ستور اللي هو المتجر الالكتروني بتاع اسوس ان انت ممكن تشتريه من اسوس شخصيا دايريكت ويصلق لغاية البيت طبعا لو انت مش عايز الكلام ده ممكن تشتريه من اي موزع محتمد لايسوس عادي جدا بس انا حبت اقول لكم على موضوع الاي ستور بس كده قولي لي رأيك تحت في الكومنتات وهارد على كل الكومنتات كالعادة اي كومنتات هتكتبه انا هارد عليه على طول بدون اي نقاش حتى لو بره اللابتوب ده سألني اي حاجات في اللابتوب ده وبره اللابتوب ده انا هارد عليك عادي جدا وما تنساش بقى اهم حاجة اهم حاجة انت تنزل تحت اعمل سبسكرايب عشان نوصل مليون سبسكرايبر وتعمل لايك للفيديو كده مش تخسر اي حاجة اهم حاجة سبسكرايب اعمل سبسكرايب على هيا انا معكم محمد السامي اشوفوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام علي اشتركوا في القناة